السلام عليكم الحادقات كيف بقيتوا؟ لبس عليكم؟ كيف درتوا مع الصهد وشقا؟ كدر معز عليكم؟ الحمد لله يا كل شي مزيان الحمد لله وغدنا رجعت لكم إن شاء الله اليوم بواحد الوصفة ماشي وصفة يعني واحد الخبيز واحد الخبز اللي كانحتاجوه مع القطبان كانحتاجوه مع كان نخدمونا مع الحريرة كان نخدموه معه بزف الحاجات كيعجبني الفطور أحيانا لقوتي خبز خفيف خبز مطلع ورغباتني إليه واحد الأخت عزيزة عليها بزف ما نقدرش نخسر لها في حالها في حالكم وغادي نقدموه اليوم يعني خبيز سهل غادي يعجبكم إن شاء الله وغادي نتبقى وتعتملي وحتنتوما يعني كي وخا يكون نحتل الليل كان نجنوب بسهولة ونوجدوه نتعشو بي إذا لهذا ان شاء الله لهذا المطلوع قادي نحتاج المقادير اللي هي قدمكم قادي نرجع تقريباً لها بحالة بحالة ديال الخبز ما كانش اختلاف طريقة غير في العجينة ستكون خفيفة هنا عندي 500 جرام ديال دقيقة للفورس نوعية جيدة عندي 150 جرام ديال الفينو عندي واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة نتوقف شوية ديال الحليب شوية ديال الملحة والحليب والماء مخلطين نص حليب والنص ماء يعني الخميرة أنا ما درتاش في السقار مادام عندي الحليب الحليب راح له وحتى لنهاية وكندير واحد اللي معي القادية للزيت ونبدو على بركتي الله كنتم مني لعجبتكم الوصفات لايكي وتبرتاجي وتفيدوني بتعاليقكم هنا جمعت طحين الفورس مع الفينو والفينو كنحاول نختار منه الطحين ماشي السميدة الرقيقة يعني فيها أنواع يعني شوفوا حتل لون دياله كيكون مخالف للفورس هو ديال كيكون ديال القمح كنخلط الطحين نساجن في بيناتو كنزيد الخميرة صافي الملحة ما كنديرها شملأ من الأول يعني الملحة كيف ما تعودناك يقول قد قتل الخميرة إلا درتها من الأول فلهذا كنخليها هي الأخيرة صافي اللي عندها العجانة تديره في العجانة اللي ما عندها شتع جنوب يديها هو طريقة سهلة صافي وكان بدا نخوي ذك الحليب والما بالقياس كيف ما غتلاحظوا هاد المقادير اللي اعطيتكم كيت يجمعها ليا كاس كبير وخد تكون عندكم تبليكم العجينة خفيفة طحين للفينو كيشرب كيولي قصح يعني أنا ما زال غدي نكمل هادك الكاس حتى تولي خفيفة أنتي عينك ميزانك أحيانا النوعية ديال الطحين هي اللي كتحكم في السوائل أنا كملتو يعني إذا براها العجينة خفيفة كتبليكم ولكن غد يتقصح لأن الفينو كيشرب مزيان وكل فرص بوحدو ما نصحكمش ولكن ملي كيكون معا الفينو أو اسمي ذا رقيقة فالعجينة كترجعك تولي تقصح يعني العجينة هي تجمعات زيت الملحة دبا في النهاية كنزيد وحلم معي القادية الزيت كافية لهذاك المقادير ديال الطحين صافي وكننجمعها شويش صافي ونخليها ترتاح واحد صدقي لأن الحال سخون ما غنخليهاش مدة طويلة في البرد تحتاج باش ترتاح مزيان لأن الخميرة ما كتطلعش أما دبا الصد لغيال الخميرة كتطلع صافي غادي نجمعها هيدا دخل في هاداك الزيت ونغطيها بالسلوفان ونخليها هي كي بلك السلوفان تنفخ يعني تعلّى صافي كتعرفي هاراها واج دلتقراس وكننأكد باش تكون العجينة خفيفة ما تكونش قصحة كاين بعض المخبوزات اللي كان بغيوا العجينة تكون قصحة هاد المطلوع لا لا بغيتي هيجيك مفشفش وخاوي ومهوي ومجعب فعجنيه خفيف من البداية يعني هاد المسكيلورة غادي يعطيني استاد المطلوعات ولا درتهم صغورين غادي يعطيك أكثر يعطيك حتى لتناشر مطلوعات صغيرة يعني المطلوعه كنديرو موية ما كنديروش صغير صافي وحاولي باش تلول ببيد وحدا أنه مشي الطريقة ديال الخبز اللي كان نلوي بجلي الدين أنه خفيف كان لوي غير بيد وكان نفرش له شوية ديال الفينو وهدي كيف ما قلت لكم طلب ديال واحد الأخت هي اللي بغت المطلوع كنت قدمته مع المحمر ورغبتني في نفس اليوم قات ليا قدميننا ماما ديال الخبز المطلوع يعني شوفوا القريصات هم موية ماشي صغيرين ماشي كبار بزف بغت تديريه كبير حتى هو كيجيز وين عندك المقلة كبيرة وبغت تديريه كبير كتديريه كبير وفي القديم كانوا كيجيزو كبير ما كيجيزو شهد صغير احنا دبا شوية بقنا كان نغيره ولكن كان حاولن نحتفظه بالوصفات كيف ما هي تغييري شوية في الشكل وصفي كيف ما قلت له المليوية صغيرين قلت له كل شيء قلت له صغير وفردي الخبزة صغيرين يعني وصلت اربعات دي المطلوعات يعني باقي المقدار دي الجوج صافي كملتهم ما نخليهم مش يرتاحوا غير الوقت اللي نكمل التقراص صافي نبدأ نخفز اللولة صافي كيكون خمر صافي صافي كنقرصهم كاملين وما تطرقيهم مش بزاف حال الطريقة دي اللي بطبوط يعني البطبوط ما كيحتاش تكون فيه ديك البطعام يعني ديك اللي بابات دخلانية اما المطلوع لا كي نحتاجوه باش يكون شوية ملحم صافي هنا غدي نغطي عليه وغدي نخليه ارتاح وغدي نمشي ندير المقلع دي علي وغدي المقلع را ما كنحتاجولها لا زيت لوال ومقلع ما كنقسوش يعني كيتخبز ناشف أنا را اعطاني سبعة دي اللي مطلوعات صافي كنغطيش بزاف لان الصد صافي كنقلب عليه غير المنديل ديالو كنصخل المقلع زيان وكان نقص العافية أنا خبزت ديجة لولا شوفوا كيف كي يجي ماشاء الله كي يجي مجعب خاوي وخفيف وكي يجي رائع مع القطبان يعني ودائما كنصحكم بين بالمطلوعة والمطلوعة من اللي تبغيو تخبزو تمسحو دك السميد ولا دك الطحين اللي كي يطح في المقلع هاك يجي زوين بزاف ان شاء الله غدي يعجبكم وحد هاد العجينة را يمكنلك حتى تخبزيها خبز يمكنلك تصفتها للفران ديالك او الفران للحومة تديرها في اللاطة ديالك تدير الخبز وتخبزيتها هو كي يجي هائل هنا لابد من مسحو هادك دقيق اللي كيتحرق اللول ولكن من ديره لا يدم لواله كيف ما كان قول لكم دايما ندوف الغالي بالوصفات ديال الواليد اللي يخليها لي وخليكم أمهات ديالكم ويرحم اللي توفاو نحاولوا باش ما نغيروش من هاد الوصفات التقليدية دا في كان نبقاها كحتا كنكمل ذلك الخبزات أنا ما كيتطلبوش وقت كتير يعني في 15 دقيقة يمكنلك تطيب هاد السبعة ديال الخبزات تاكلوهم ان شاء الله بالصحة والراحة وغادي يعجبكم أنا كيعجبني بعدها كان اعتمدوا أحيانا احتى عتملي يكونوا الضياف ديالي كان اعتمدوا حتى الطواجنة يمكنك تاكلهم بهم سأكلها بلخواة